اشتركوا في القناة بشكل يعكس عمق علاقات الصداقة المتينة التي تربط بين البلدين الصديقين وحرصهما على تطوير العلاقات التي تربط بينهما لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في شتى المجالات والتأكيد على حرص حكومتي البلدين على دعمها وتعزيزها لأسيما الاقتصادية والاستثمارية والعمالية حيث نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في هذا الصدد بالدور البناء الذي تطلع به الجالية الفلبينية العاملة في البلاد وإسهاماتها المقدرة في المجالات المختلفة من جانبها أعربت وكيلة وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية لشؤون العمال المهاجرين عن بالغ الشكر والتقدير لحكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء علمت له الحكومة من رعاية لأبناء الجالية الفلبينية وبما تتميز به مملكة البحرين من وجه حضاري وإنساني بفضل جهوج حكومتها ورقي شعبها وشادت باهتمام صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بكل ما يدعم تطوير العلاقات بين البلدين الصدقين وأكدت حرص بلادها على تنمية أواصر العلاقات مع مملكة البحرين والارتقاء بها إلى مجالات أرحب لتحقيق المصالح المشتركة